الشيخة مريم آل ثاني صوت جريء من الأسرة الحاكمة تفضح انتهاكات نظام القطري بحق المواطنين فنظموا أفقل كاهل القطريين برسومي والضرائب ذبحتونا بهالرسوم اللي فرضتوه على المواطنين ليش؟ يعني تأطونا المعاش مني وتأخذونا مني؟ حرام عليكم ذبحتونا الشيخة القطرية كشفت أيضا وجود مواطنين قطريين في السجون بسبب مبالغ بسيطة رغم ذلك أحملتهم الحكومة في مقابل إهدارها ملايين دولارات على أنشطة خارجية لم تعد بالنفع على المواطنين في قطر ما أقول مواطن ناس السجون مليانة مليانة من المواطنين والله العلي العظيم على ألف ريال مسجونين عشان تأخر عن دفع ألف ريال بعد هذه الشكوى اعتقلت السلطات القطرية الشيخة مريم آل ثاني في إطار سياسة النظام المعتادة لتكميم الأفواه قروب واتساب فيه بنات من آل ثاني الكرام فالشيخة مريم أرسلت هذا التسجيل هذا هو السبب اللي خل موازا تعتقل الشيخة مريم الشيخة مريم آل ثاني طبعا هي من فرع بن علي كذلك الأحق بحكم قطر الصخط داخل العائلة الحاكمة دفع العديد من أفراد آل ثاني للانشقاق عن النظام الحالي أما جرى للشيخة مريم آل ثاني التي تنتمي لفرع بن علي أصحاب الحق في حكم البلاد يؤكد أن النظام ماض في سياسة القمع وتكميم الأفواه لكن القمع لن يحل المشكلة بل سيعمق من أزمات النظام ترجمة نانسي قنقر